شرطاوي يقول السلام عليكم تحية للقناة المحترمة هل لا يزال أحب أسأل الكابتن تيسير هل لا يزال حبك للشرطة علماً أنت ابن نادينة وترعرعت في الشرطة وأسألك أنت وجيلك مظلومين قدمت له المنتخب والأنديتكم لكن قضيتكم مغلقة لا نراكم لا بتدريب أنديتني رغم عدكم شهادات تدريبية وبالأخير أطلب من حضرتك تقرأ صورة الفاتحة العباس رحيم نقرأها يستاهل هذا هم من واحد من اللاعبين اللي ما حدي ذكره أنا ما حبي أتدمع عينك بس صاحب وهذا الوحيد اللي دائماً المشجع دائماً يذكر صاحب عباس رحيم فش توجه لكلام يعني هو يعرف إحنا خاصة إحنا لاعبين هذه الشرطة مبعدين مو مبعدين يعني بإرادتنا لا إحنا جاينا نشتغلون ونطور نفسنا وتبقى هما الإدارة تريدها تستدعي على ضوء يعني تعرف دائماً بكان إذا ما مرغوب به لا تروح له أبد تمام سجاد بن البصرة يقول تحية للأخ نبيل وإلى الأخت يسير في دول الخارج عندما يقدم الفريق شكوى على الفريق الآخر تتم مناقشة القرار حسب اللوائح والقوانين وليس حسب المصالح ويتم كشف قرار من الاتحاد بعد 24 ساعة من تقديم الشكوى وليس بعد أسبوعين القوانين ثابتة في جميع الدول إلا في العراق تتغير القوانين ورسالة إلى أعضاء الاتحاد أنتم تمثلون الكرة العراقية وليس محافظاتكم القانون فوق محافظاتكم وحواطفكم أختم رسالتي جداً مشتاق الكابتن تايسي سجاد البصرة آني جداً أشكرك وهذا برنامجك أنت وأي شخص ما فلو إن شاء الله أنه بس أنا أردتك بس تطلع لي حتى ما الكرار هاي آخر وحدة لنزلوها وشالوها إذا قدرت أستاذ حيدر ما أقدرت أن أطلع لنا مال الحالة تمام يقول الحلقة القادمة إنه رح أطلعها بمتابعة هاي نزلت ترى ونزلت وراء نص ساعة رأسا تمام على ضوحة تناخذة يوم غد بأحد الأول متابعة رح أطلعها أنا جداً أشكرك وأشكرك شواجدك حق الرد مكفول لأي شخص انذكر اسمه بالبرنامج حق الرد مكفول لأي شخص انذكر اسمه بالبرنامج